احداث 24 ساعة من التلفزيون المصري أهلاً بكم نحييكم سيداتي وسادتي ونستهلوا الأحداث بالعناوية السيسي يواجه بتطوير الفرص التنموية الكامنة بمجالات الزراعة وصناعة الحرفية والإنتاجية في الصعيدة ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابع الموقف التنموذي للمشروع التنموية والخدمية بشمال سينا مصر تشهد اليوم توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقالها القاهرة الأحداث بالتفصيل تلقى الرئيس عبد الفتح السيسي اتصالاً هاتفياً من ولي عهدى أبو ضبيع الشيخ محمد بن زيد آل نهيان استعرضت المباحثات الهاتفية بين الزعيمين علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة وتبادل الرئيس وبن زيد وجهات النظر تجاه مسجدات القضايا الإقليمية والدولية وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين الزعيمين وترسيخاً للعلاقات المتميزة بين البلدين والتي تعد إحدى الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر واكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة وصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة لأبناء الصعيد بالفعل كما وجه السيد الرئيس بتوفير سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر وإفريقيا اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد طارق الفقي محافظ سوهاج والسيد أشرف الداوود محافظ قنة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنة وقد وجه السيد الرئيس بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولإكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التي يشتهر بها أبناء الصعيد موجها سيادته بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليا وخارجيا وعلى أن يتم تخصيص خمسين مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في الصعيد والذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنصيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سهاج وقنة وقد استعرضت الدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة في تنمية محافظات الصعيد حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة مائة وستين مليار جنيه وفي هذا الصياق عرض السيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد مشيرا إلى أن إجمالية عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروع بالمحافظتين كما أوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي 250 ألف فرصة عمل وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إطار البرنامج بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب فضلا عن إيلاء الاهتمام اللازم في هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضاري المتكامل لصالح أبناء محافظات وقرى الصعيد كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة وفي هذا الصياق وجه السيد الرئيس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الانتاج المحلي كما عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشر على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان كما تم استعراض برنامج الوزارة لدعم الصادرات والمخصصات المالية في هذا الإطار خاصة ما يتعلق بفتح أسواق جديدة في القارة الإفريقية من خلال المشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها بالتنصيق مع الوزارات والجهات المعنية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية وفق احتياجاتها وذلك بهدف إمداد الدول الإفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وإفريقيا كما شهد الاجتماع عرض آخر تطورات تنظيم المعرض السنوي تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية لعام 2020 خلال شهر أكتوبر المقبل والذي تأتي إقامته في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل فضلا عن دعم مختلف القطاعات الانتاجية الوطنية خاصة قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن هناك مجموعة من التكليفات الرئاسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها منها البدء في عدد من مشروعات الإسكان الحضرية متكاملة الخدمات وذلك على غرار مشروع الأصمرات في عدد من عواصم المحافظات لفتا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات للمواطنين جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى بمحافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة كما تم استعراض عدد من المشروعات الجارية تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها خطة تنفيذ مباني السفارات المخطط إقامتها بالحي ديبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم التأكيد على أنه سيتم توفير الأراضي للسفارات والمناطمات الدولية أو المباني الجاهزة ضمن إطار هذا المشروع وذلك طبقا لعدد من المعايير التي تحددها وزارة الخارجية وبالتنسيق مع هذه الجهات تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف المشروعات الجارية تنفيذها في محافظة شمال سيناء وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية فيديو كونفرنس بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال الاجتماع استجاب رئيس الوزراء لعدد من الطلبات التي عرضها المحافظ بما يدفع نحو استكمال المشروعات وخدمة أهالي شمال سيناء خاصة التي تتعلق بتوصيل المرافق لعدد من المشروعات والانتهاء من الأعمال المنفذة بها وكذا حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة والتنمية كما أشار المحافظ إلى المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من 2018-2020 بواقع 146 مشروعا بتكلفة تقدر بـ 4.8 من 10 مليار جنيه في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة وأضف محافظ شمال سيناء لأنه تم الانتهاء وجار العمل على 12 مشروعا لتوصيل المياه للمحافظة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بتكلفة تصل إلى 37 مليون دولار شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية البحث نفذته كلية الحرب العليا في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2019-2020 تشهد مصر اليوم توقيع ميتاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة وتضم المنظمة إلى جانب مصر قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل وتهدف المنظمة الإقليمية لدول شرق المتوسط المصدرة للغاز إلى صياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تسند إلى رؤية مشتركة لتعطيم الاستفادة من ثروات وموارد الغاز لتلك الدول من أجل ازدهار المنطقة وكانت مصر قد بادرت بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط لأول اجتماع وزري بالقاهرة في منتصف يناير من العام الماضي وهو الاجتماع الذي صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس المنتدى واختيار القاهرة مقرا له لا شك أن الأكاذيب والإشاعات المغردة التي يطلقها أهل الشر والجماعات العربية تهدف إلى التغطية على إنجازات الوطن والتشكيك فيها وبالفعل ومن فشل إلى فشل تمضي حملات اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان وتتحطم دوما أمام وعي الشعب المصري ولأنهم قد دأبوا على الغي والكذب فقد وصلوا طريقهم كالأفاعي تتلون على الأحوال والأوضاع كافة ولأن وسائل التواصل الاجتماعي لا تنتقل فحوى ولا تدقق في المحتوى فقد أصبحت مرتعا لهم ولأكاذيبهم وصارت نافذة للجماعات الإرهابية يطلون من خلالها هم وأذنابهم يطلقون شائعات والأكاذيب والأخبار المغلوطة من أجل هدف واحد وهو بلبلة الوطن ومحاولة فاشلة لسرقة أمنه وأمانه الذين ينعم بهما المصريون منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم عام 2014 حرب الجماعات المسمومة ضد مصر وشعبها أججتها نجاحات القيادة السياسية وإنجازاتها العملاقة على الأصعدة كافة والتي تواصلت ولم توقفها أي تحديات ولا تبعات لفيروس كورونا فالواقع المصري يؤكد أن ما تم بنائه وتشهيده من مشاريع عملاقة وشبكات للطرق والموانئ وتحديث للمنظومة العسكرية بأفرعها كافة جعلت جماعات الشر تعضوا على أناملها من الغيظ وتتفنن في خلق أكاذيب وتروج لحملة تضليل وتلقي بأخبار مغلوطة كتائب الإخوان الإرهابية لم يتركوا وسيلة ملفقة إلا واتبعوها فمن فيديوهات مفبركة إلى تأجير ذمم وعقول تعوي وتتفوه بالكذب وضلال من أجل حفنة نقود وموالاة لدول تدخر العداء والكراهية ضد مصر والمصريين هؤلاء الأشخاص والدول التي تمولهم نسوا أو تناسوا أن الشعب المصري بوحداته ووعيه لن يمكنهم من اختراق بنيانه أبدا ولا حتى من مجرد الاقتراب من موروثاتهم التاريخية التي جعلت هذا الشعب عصيا على أعدائه على مر العصور والأزمان أحدثنا متواصلة وفيها بعض الفاصل اليوم انطلاق المناقشات العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أهلا بكم من جديد بحث ألمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس حركة تحرير السودان مني مناوي جهود تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة والذي تم توقعه مؤخرا في جوبا وجدد أبو الغيط التزام الجامعة الكامل بمواصلة دعمها للسودان في كل ما يصب في تحقيق أهدافه وتمكنه من عبور تحديات المرحلة الرهنة مع حجد الدعم العربي والدولي لتنفيذ استحقاقات السلام بين الأشقاء في السودان أعلنت وزيرة الصحة والسكان دكتور هالة زايد توقيع الكشف الطبي على أكثر من 12 ألف مواطن سودانيين من خلال البعتة الطبية المصرية والتي تقدم الخدمات الطبية والدعم الكامل لمتدرر السيول والفيضانات بالسودان وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهت زايد بمد فترة عمل البعتة الطبية المصرية لأسبوع عمل آخر حتى الـ 26 من شهر سبتمبر الحالي بناء على طلب الجانب السوداني لافتة إلى أنه تم يلحق أطباء في تخصص الرمض بالبعثة نظرا لندرة ذلك التخصص بالسودان مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية اعتبر رئيس ميشيل عون تشكيل الحكومة في لبنان أنه يجبه المعجزة وأن لبنان يوادي صعوبات شديدة خاصة مع إصرار المبادرة الفرنسية على انتشال لبنان على إخراجه من أزماته الاقتصادية والمالية بالفعل وتمثل الأزمة التي تفاقمت بانفجار مدمر يوم الرابع من أغسس في مرفأ بيروت أسوأ تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية والتي دارت رحاها من عام 75 إلى عام 90 لبنان يعاني ويلات المشاكل السياسية والأزمات الاقتصادية التي تعد أسوأ تهديد لاستقراره لبنان منذ الحرب الأهلية يشهد معظم محافظاته نقصا شديدا في المحروقات على خلفية تدهور الاقتصادي والمالي المتفاقم منذ شهور فبالإضافة لأزمة انقطاع الكهرباء يواجه لبنان أزمة حادة في نقص الوقود التي أدت إلى زحام شديد في محطات البنزين وهو ما أدى لإغلاق محطات الوقود بسبب نفاذ خزاناتها وعدم تمكنها من توفير الوقود اللازم للمركبات وللخروج من متاهة تشكيل الحكومة دعا رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب جميع الأطراف للتعاون لتسهيل تشكيل الحكومة وحث أديب ألقوا سياسية على العمل معا لإنجاح المبادرة الفرنسية التي تحمل القادة اللبنانيين المنقسمين مسئولية عدم الاتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة لإصلاح المشاكل التي تواجه لبنان رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب منذ تكليفه يواجه مأزق تشكيل الحكومة بسبب مطالبة الكتلتين شيعيتين حركة أمل وحزب الله المدعومتين من إيران بتعيين وزراء شيعة في الحكومة حيث يتمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية وتسمية عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة وهذا في المقابل سيدفع بقية القوى السياسية لاتباع نفس النهج والمطالبة بحصص في الحكومة من جانبه شدد الرئيس ميشيل عون على أن إصرار الطوائف السياسية على مواقفها ورفضها الحلول التوافقية سيؤدي إلى فشل تشكيل الحكومة مؤكدا أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أقترح القيامة بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لتواف محددة في الوقت نفسه أكد رئيس الوزراء مصطفى أديب المكلف من الرئيس ميشيل عون أن تأخير في تشكيل الحكومة يعمق الانقسام السياسي ويفاقم الأزمات الاقتصادية ويدفع لبنان باتجاه الفشل أمام المجتمع الدولي لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم في كمين محكم لقوات الجيش في مديرية نهم شرق محافظة صنع وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنية أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر ميليشيا إلى أحد المواقع في جبهة صلبة مما أصفر عن سقوط قتلى وجرحة في صفوفها كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع وتجامعات الميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد تنطلق اليوم في نيويوركا الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة سيلقي القادة والرؤساء خطابتهم عبر فيديوهات مسجلة تبث عبر الإنترنت بسبب تدعيات جائحة كورونا ومن المنتظر أن تركز خطابتهم حول أبرز الأزمات والصراعات الدولية الراهنة إضافة إلى حشد الطاقات الدولية في مواجهة كورونا هذا وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المثل التي قامت عليها الأمم المتحدة للسلام والعدالة والمساوة والكرامة هي منارات نحو عالم أفضل وخلال كلماتي في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد عبر الإنترنت للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة أكد جوتشير أن المنظمة ومنذ إنشائها منعت نشوب أي نزاع عسكري بين القوات الكبرى ولعبت دورا كبيرا في تجنيب العالم نشوب حرب عالمية ثالثة أعلنت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات تسهدف وزارة الدفاع الإيرانية ورئيس الفنزولي نيكولاس مادورو وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة داعية الدول الأوروبية إلى الاقتضاء بها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عقوبات الأمم المتحدة تسهدف سبعا وعشرين جهة من أشخاص وكيانات لكن المنظمة الأممية تؤكد أن القرار في هذا الأمر لا يعود لواشنطن أتبع رئيس الأمريكي إلى أن إعادة تفعيل العقوبات الأممية توجه رسالة واضحة للنظام الإيراني ولأركان المجتمع الدولي الرافضين الوقوف بوجه إيران أكدت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة في زمي أنها لن تدعم تشريع الحكومي الجديد بشأن بريكسيت الذي ينتهك القانون الدولي متهمة الحكومة بالتصرف بتعور وبلا مسؤولية وقالت مي التي تعثرت رئيسةها للوزراء بسبب عملية بريكسيت أن مشروع القانون سيؤدي إلى ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة وصوت النواب البريطانيون الأسبوع الماضي للسماحة بخضوع مشروع القانون لمزيد من التطقيق رغم دعوات الاتحاد الأوروبي لسحبه فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إقرار عقوبات تطال أربعين مسؤولا من بيلاروسيا متهمين بتزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لوكاشينكو بولاية جديدة بينما تتواصل مظاهرات المعارضة في العاصمة مينسك احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم التاسع من أغسطس الماضي وأفضت إلى فوز الرئيس الحالي إليكساندر لوكاشينكو الحاكم في البلاد منذ عام 1994 الأزمة السياسية في بيلاروسيا كانت مسيطرة بقوة على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حيث فشل وزراء الخارجية الأوروبيون في مواجهة تلك المعضلة الدبلوماسية رغم مناشدة زعيمة المعارضة الرئيسية في بيلاروسيا لزعماء الأوروبيين بإقرار عقوبات تطال أربعين مسؤولا متهمين بتزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لوكاشينكو في أغسطس الماضي بنسبة 93% المفاوض السامي للاتحاد الأوروبي لسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل الذي ترأس اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين صرح بأنه لم يتم التوصل إلى توافق بشأن تلك العقوبات بالإشارة إلى أن 27 دولة الممثلين للتكتل الأوروبي يجب أن يوافقوا على العقوبات وشدد كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي على أن التكتل لا ينوي التدخل في شؤون بيلاروسيا الداخلية لكنه يحث على إقامة حوار وطني في البلاد وإجراء انتخابات نزيهة وكانت زعيمة المعارضة البيلاروسية قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى عدم تمويل نظام لوكاتشينكو الذي وصفته بالاستبدادي في الوقت نفسه تجمع عشرة الألاف في منسك في تظاهرة جديدة احتجاجا على إعادة انتخاب رئيس بيلاروسيا أليكزندر لوكاتشينكو ومنذ إعادة انتخاب لوكاتشينكو في التاسع من أغسطس تنظم تظاهرات ضخمة غير مسبوقة للمطالبة برحيل الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما ويرفض لوكاتشينكو رفضا قاطعا الرضوخ لمطالب المعارضة وقد طلب المساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي تعهد بتقديم دعم أمني إلى مينسك إذا لزم الأمر مع قرض بقيمة مليار ونصف المليار دولار والآن مع جولة صحفية سريعة من صحافة القاهرة الصدرة صباح اليوم مع الزميل محمد بشير ونبدأ الجولة الصحفية من الأهرام ونقرأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بالتقييم المنتظم لأداء نتائج جهود تنمية صعيد مصر والأخبار نقرأ وزارة التعليم العالي تعلن عن مد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق 2020 حتى مساء اليوم الثلاثة والجمهورية والوفد نقرأ هذا الخبر والتي نختتم منها جولتنا الصحفية في أحداث ليلة محافظة القاهرة تنظم أكبر معرض لمسلزمات الأسرة والمدارس يومي الثاني والثالث من شهر أكتوبر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر حيمنت مسلسلات على جوائز إيمي التلفزيونية في حفل استثنائي تخللته التعليقات السياسية والمطالبة بالمسواهي بين الأعرق حيمنت مسلسلات ساكسيشن وواتشميل وشيتس كريك على جوائز إيمي الأمريكية في حفل مباشر شارك فيه معظم المشاهير من ملازلهم في ظل قيود فيروس كورونا وفاز ساكسيشن المنتمي إلى الكوميديا السوداء بلقب أفضل مسلسل درامية بينما حصل جيرمي سترونج على جائزة أفضل ممثل لدوره كابن المضطهد وفاز المسلسل أيضا بجائزة التأليف والإخراج وجاءت أكبر مفاجأة عند إعلان فوز زندايا 24 عاما بجائزة أفضل ممثلة درامية لدورها في يوفوريا متفوقة على لورا ليني مسلسل أوزارك وجينيفر أنيستون في مسلسل زا مورنينج شو وانتزع مسلسل شيتس كريك سبع جوائز إيمي منها أفضل مسلسل كوميدي وجوائز التمثيل للنجوم الكنديين يوجين ليفي وكاثرين أوهارا ويتناول شيتس كريك قصة عائلة ثارية اضطرر للعيش في فندق متداعن واستحوذ مسلسل ووشمان على الاهتمام خلال الاحتفال الافتراضي بتوزيع جوائز إيمي إذا حصل هذا المسلسل الذي يتمحور على الارث العنصري في الولايات المتحدة على 11 من هذه الجوائز التي تعتبر في مجال التليفزيون بأهمية الأوسكار سينمائيا يتوقع خبراء هيئة الأرثة الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء تقص مئل الحرارة الرتبة على القاهرة والواجه البحري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والآن مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على معظم محافظات الجمهورية سيدة والسيدة يحدثوا 24 ساعة رضنا لها من الفضائية المصرية والقناة الثانية شكرا لكل من تابعنا وتصبحونا على خير ستبقى مصر قيادة وشعبا وجيشا قاهرة أبية والآخرون إلى زوان في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة